يوفر مركز الفرصة الثانية للجيل الجديد بالرشيدية الذي أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمستفيدين إمكانية التربية والتكوين المهني وبالتالي تعزيز اندماجه الاجتماعي والاقتصادي ويقدم مركز الفرصة الثانية من الجيل الجديد مجموعة من الخدمة التربوية للتكوين المهني بهدف تزويد الأطفال والشباب الذين لم يلتحقوا بالمدرسة بالكفايات اللازمة التي تمكنهم من إعادة الاندماج في المدرسة والاندماج السوسي اقتصادي هو مشروع يندرج في إطار المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضاية القانون للإطار 15-17 من خلال إحداث مركز الفرصة الثانية هو مركز يشمل بجمعة من المرافق ويضم حالياً هذه السنة تم افتتاحه ب30 مستفيداً ومستفيداً على أساس أن يتم تعميم هذا العرض المدرسي لفائدة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وهي محاولة ومبادرة من المدرية الإقليمية من أجل إنقاذ التلاميذ المنقطعين أو المهتدين بالانقطع العرض الذي يقدمه المركز هناك مجالين هناك مجال التأهيل التربوي حيث يقدم مجال اللغة والعلوم ومجال التفتح الفني والرياضي إلى غير ذلك ثم المجال الآخر وهو مجال التأهيل المهني من خلال ورشات للسئناس الحرافي طبعاً العرض المهني الذي يقدمه المركز هو خمسة ورشات هناك ورشات المعلوميات هناك ورشات نجارة الألومنيوم هناك ورشات الجبس وهناك ورشات الحلاقة ذكور ثم ورشات الحلاقة إينات هذه البنية تستهدف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة وكذا الشباب الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية يتشكلون موذجاً وعداً يروم مساعدة هؤلاء الأشخاص على إعادة بناء مستقبلهم من خلال التعلم واكتساب مهارات إحدى المهن هذا المركز قدم لنا مجموعة من الأعفاق الاجتماعي وكذلك الاستفادة من الأنشطة والدروس التربية ونحن ساعدين بهذه الفرصة الاستثنائية وان شاء الله نكملوا المشوار دينا في الموش الشامع ونحقوا الاستقلال الداشي دينا في الموش الشامع تطلع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور المسيري والمحفز لتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل وإدماج الشباب لا سيما من خلال تطوير مهاراتهم وتحسين آدائهم وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز دينامية التنصيق بين النسيج الاقتصادي ونظام التكوين ترجمة نانسي قنقر